زار قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل عددا من المواقع والجبهات في مدينة تعز حيث تشهد عمليات عسكرية واسعة لفك الحصار عن مدينة تعز وتحرير المناطق التي لازالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإيرانية وشملت زيارة قائد المحور غرفة العمليات ودفاع الجوي وتبت القارع ومواقع أخرى طلع خلالها على سير العملية العسكرية التي بدأت منذ يومين بإسناد مكثف من مقاتلات التحالف العربي وحققت تقدما نوعيا في مختلف الجبهات ونحن نقف هنا في موقع الدفاع الجوي بالقرب من تبت الزابية والقارع نحيي هؤلاء الأبطال الرجال الذين ضحوا وستبسلوا وباسلوا من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم التي رسموها وحقيقة يقف الإنسان عاجزا عن اختيار الكلمات التي نعبر بها عن الشكر لهؤلاء الرجال العدو كثف من زراعة الألغام لكن إرادة قواتنا وحماسهم وطموحهم العالي للتحرير في أقرب وقت قال لهم يتخطوا هذا الحاجز وإن شاء الله عما قريب تسمعون الخبر الزابية والقارع وهذه طبعا تبتين عائقتين للتقدم بالقرب من شارع الخمسين نحن على مقربة منها مسافة بسيطة ومسافة قصيرة تفصلنا بين شارع الخمسين وحقيقة نهني هؤلاء الرجال الأبطال بهذا النصر وبهذا التقدم في كل مكان في القبهة الغربية وفي القبهة الشرقية في جميع القبهات اشتركوا في القناة